تنبيهات هنا ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة تفاصيل بالفعل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى خاصة فيما يخص الولايات الجنوبية وكذلك المناطق الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية وخاصة بما أنه نحن على أبواب دخول فصل الصيف أكيد ستكون الأجواء حارة إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة وتبقى في المعدل الفصلي ولهذا أصدر ديوان الوطني للأرصاد الجنوبية تنبيه من الدرجة الأولى يأخص إن شاء الله كل من ولاية عين الدفلة شلف غريزان مع سكر وأسيدي بالعباس بتسجيل درجات حرارة جد مرتفعة إن شاء الله تتعدى 38 درجة تحت الظل ستكون بداية من متصف النهار وتستمر لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم بإذن الله وفي تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوية يؤكد على تسجيل درجات حرارة قصوى جد مرتفعة تتعدى 47 درجة تحت الظل على برج باجي مختار وولاية أدرار إذن ستكون إن شاء الله بداية من متصف النهار وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي تشير على أن الأجواء تبقى حارة بامتياز خاصة خلالها أو بداية من نهار اليوم إلى غاية نهاية الأسبوع الأجواء ستكون حارة بامتياز درجات حرارة قصوى تتعدى إن شاء الله حوالي 38 درجة فيما يخص الولايات السحرية ككل من وهران الجزائر العاصمة تتعدى 35 درجة إن شاء الله عنا بجي جل سكيك دوا بجاية راح نسجل إن شاء الله في حدود 32 درجة مرتفعة دائما بشلف غليزان واسيدي بالعباس قد تصل إلى 42 درجة تحت الظل مع سكر وتلمسان 39 درجة عين الدفلة 39 درجة ميلا وسعيدة 38 درجة فيما يخص إن شاء الله النعمة والبيض تقارب في حدود 35 درجة تيزي وزو حوالي 35 درجة تحت الظل الأغواط إن شاء الله تتعدى 42 درجة حتى بلمسيلة بوسعادة وتيسبسيلت فيما يخص إن شاء الله قاسنطينة سطيف أم البواقي وبورج بوري ريج ستقارب إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم في حدود 35 درجة تحت الظل المناطق الجنوبية الأجواء ستكون حارة بامتياز دائما فيما يخص أدرار بورج باجي مختار تتعدى إن شاء الله 47 درجة تحت الظل خلال ظهيرة اليوم وحتى خلال الأيام القليلة المقبلة يرتقب إن شاء الله خلال يوم الثلاثة والأربعة قد تتعدى أو تصل إلى حوالي 48 درجة تحت الظل إليزي جانت وإنميناس رح نسلو 42 درجة إن صالح تتعدى إن شاء الله 42 درجة كذلك بشار بني عباس نحو تين دوف تتراوح إن شاء الله بين 39 إلى 42 درجة المنيعة مرتفعة كما نلاحظوا تقارب إن شاء الله في حدود الـ 45 درجة أيضا بورج لان والوادي تقورت والمغية رح نسلو بين 39 إلى 40 درجة مع وضعية جوبية ستكون مشمسة ومستقرة خلال الأيام القليلة المقبلة على أغلب ولاية الوطن مع احتمال تساقط أمطار رعدية ولهذا أصدر ديوان الوطني للأرصاد الجوبية إذن تنبه من الدرجة الأولى يؤكد على أنه إن شاء الله كل من تلمسان سيدي بالعباس عامل بيض الأغواط جانت تامنراس إنجزام وبرجباجي مختار ستشهد إن شاء الله تساقط أمطار رعدية ستكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل وهي نفس الأجواء التي يرتقى بالمقام سلوها إن شاء الله إلى غاية يوم الثلاثة على المناطق الداخلية تحديدا الغربية بداية من أواخر الظهيرة احتمالكم في تساقط بعض الأمطار المتفرقة الرعدية أكيد وحتى على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهجار والتسلي وخلال الأيام القليلة المقبلة الأجواء ستكون مشمسة ومستقرة فيما يخص أغلب ولاية الوطن مع دائما تشكل الضباب الكتيف خلال الصباحة على السواحل الوطنية توقعت حالة البحر سيكون هادئ إلى قليل الاستراب على طول الشريط الساحل رياح تقارب سرعتها إن شاء الله بين 20 إلى 30 كم في الساعة حرارة مياه البحر تتراوح بين 22 إلى 23 درجة وعلو الأمواج بين المتر إلى المتر ونصف على طول الشريط الساحل إذا المشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضع الجوبيل المرتقبة إن شاء الله خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك ريدا شكرا جزيلا لك هنا